اشتركوا في القناة العاصمة تحتضل ورشة حول صياغة تقرير موليتانيا الاولى الخاص بقرار مجلس الامن المتعلق بمنع انتشار ساعة الدمار الشامل روسيا والصين تدعوان الكوريتين والولايات المتحدة الى توقيع مطرح صيني بشأن برنامج بيونج يانج الصاروخي اهلا بكم اي التفاصيل نبدأ نشرتنا ببريد رئيس الجمهورية سيد محمد والعبد العزيزة اي تواجه سيادته برقية تهلية الى فقامة السيدة بيتر موتاريكا رئيس جمهورية ملاوي وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطنية واكد رئيس الجمهورية لرئيس جمهورية ملاوي حرص بلادنا على مواصلة العمل من اجل تعزيز علاقات التعاون المتميزة القائمة بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة للشعبيهم الشقيقين استقبل رئيس الجمهورية سيد محمد والعبد العزيز صباح امس بادي سبابة على همش القمة التاسعة والعشرين للاتحاد الافريقية الوزير الاول الجزائرية سيد عبد المجيد ترهون تناول اللقاء وعلاقات التعاون المثمر بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزه جرى الاستقبال بحضور وزير الشهور الخارجية والتعاون الدكتور سلكو اللحمد يزيد به ووزير الخارجية الجزائرية السيد عبد القادر مساهلا واوضح الوزير الاول الجزائري بوعيد المقابلة في تصريح لقناة الموريتانية انه بحث مع رئيس الجمهورية مختلف جوانب علاقات التعاون المثمر القائم بين البلدين الشقيقين حدثت في ما يخص العلاقات التنائية بين الشقيقة موريتانية والجزائر تقريب يعني وجهة النظر متكاملة متشابهة في كل الميدين من ناحية الامنية من ناحية الاقتصادية من ناحية ما الذي نستخدمه من اللقاء مع فخامة الرئيس عبدالعزيز محمد عبدالزيز هو انه لا يوجد غيام لا يوجد نواج بين البلدين والموريتاني نو بيوان سينبيوز نو كنتينيرا لفعل ان شاء الله شكرا جزيلا كما استقبل رئيس الجمهورية سيد محمد عبدالعزيز صباح امس بمقاري الاتحاد الافريقي بأدي سبابا سيد ميشيل كوفاندو الرئيس السابق لجمهورية بوركين الفاسو المبعوث الخاص للامم المتحدة الى بوروندية تم خلال لقاء بحث الجهود التي تبدلها الامم المتحدة لتعزيز الامن والاستقرار في هذا البلد وتفعيل مؤسساته الديمقراطية جرت المقابلة بحضور الدكتور سلكم الأحمد زيدبيه وزير الشؤون الخارجية والتعاون وفي أدي سبابا كذلك اطلع رئيس الجمهورية سيد محمد عبدالعزيز صباح امس على مدى التقدم الاشغال في مبنى السفارة الموريتانية في اثيوفيا وتجول رئيس الجمهورية في مختلف اجنعة المبنى واستمع الى شروح من مسؤول الشركة الصينية المنفلة للأعمال ومن وزيرة الاسكان والعمران والاستصلاح الترابية سيد امال ابن تمولود ويتالف المبنى المول بالكامل من بيزانية الدولة الموريتانية بمقر لمكاتب السفارة وإقامة للسفير عقد مجلس الشيوخ امس جلسة علنية تحت رئاسة نائب رئيس المجلس الحاج عبدالبا خصصت هذه الجلسة لنقاش مقترح قانون نيوامي يتضمن تنظيم الاستفتاءات وصادق اعضاء المجلس في اختام الجلسة على مشروع القانون في اطار الاحتفالات المخلدة لليوم العالمي التبرع بالدم نظامت وزارة الصحة من خلال المركز الوطني التبرع بالدم جملة من النشاطات التحسيسية شملتها للنشاطات تجهيز سيارة اسحاف لاستقبال المتبرعين بالدم وتكريم عدد من النشاطاء المتميزين في المجال اضافة الى فقرات اخرى ان تتبرع بقطرة دم لجسم يحتاجها يعني ذلك انك ساهمت في انقاذ حياة انسان هذا ما ادركته الجهات المختصة فواكبت دول المنطقة في تخليد اليوم العالمي للتبرع بالدم كل سنة احتفالية هذا العام تميزت بسلسلة من النشاطات بدأها وزير الصحة البروفيسور كانبو بكار بزيارة لسيارة اسعاف متنقلة تم تجهيزها بالكامل من طرف المركز الوطني للتبرع بالدم لتاحة الفرصة لمن يرغب من المواطنين بالتبرع لدعم المخزون الوطني من الدم وبمعية وزير الشباب والرياضة والامن العام لوزارة الصحة وعدد من الاطر والفاعلين في القطاع الوصي تبرع السيد الوزير والوفد المرافق باكياس من الدم اذانا باطلاقة اليوم المفتوح لاستقبال المتبرعين وفي حفل منظم بالمناسبة دعت اليه الوزارة شركائها الوطنيين والدوليين مع عد من منظمات المجتمع المدني النشطة في المجال تحدثت مديرة المركز الوطني لنقل الدم عن اهمية تخليدها اليوم وقالت السيدة خارج التوباء ان قطاع الصحة في بلادنا سجل خلال السنوات الاخيرة نتائج هامة في مجال التبرع بالدم تجاوزت حوالي 12 الف متبرع خلال العام 2012 الى 19 الف في سنة 2016 ومع ذلك تضيف سيد المديرة ما زلنا نتطلع الى الحصول على حوالي 35 الف متبرع بالدم سنويا وفي هذا السياق اضافت ان المركز الوطني للتبرع بالدم لن يألوى شهدا في تعزيز قدراته مستقبلا من اجل انجاح المهمة المسندة اليه انطلاقا من البرامج والاستراتيجيات التي تبنتها الحكومة بغية تطوير القدرات الفنية والبشرية لقطاع الصحة على المستوى الوطني الحدث كان سانحة كرمت فيها وزارة الصحة عدد من النشطاء الوطنيين اطباء وفاعلين ومرشدين ومتبرعين كانت لهم بصماتهم الخاصة في مجال التبرع بالدم في موريتانيا تشجيعا لهم على ما بذلوه من تضحية وجهد يخدم توجه الدولة في هذا المجال ادت وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والوسر الصباح اليوم زيارة تفقد والطلاع للمنسقية الجهوية التابعة لقطاعها بولاية المفشوطة الغربية تدخل هذه الزيارة ضمن برنامج اللقاءات التي تجريها الوزيرة مع مسؤولي وموظفي مختلف القطاعات الحيوية في الوزارة مواصلة لجولة الاطلاع التي ادتها وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والاسرة للمنسقيات الجهوية التابعة لقطاعها في ولايتين وقشوط الجنوبية والشمالية تفقدت السيدة الوزيرة سير العمل بالمنسقية الجهوية بولاية وقشوط الغربية حيث وقفت السيدة الوزيرة بيدانيا على سير العمل داخل هذه المصلحة الجهوية وتعرفت على اقسامها التي تضم الطفولة والنساعات الاسرية والترقية النسوية والتعونيات وخلال الاجتماع الذي اعقدته السيدة الوزيرة بطاقة من منسقية وبحضور السلطات الادارية والامنية بالولاية الغربية تابعت عرضا فنيا قدمته مديرة المنسقية السيدة سعيدة بنت الحومي شملت تعريف بمهامها المكلة اليها كحماية الاطفال وترقية الفئات الاكثر احتياجا في المجتمع والدفاع عن حقوق المرأة كما تطرق العرض الى التحديات التي تعيق عمل المنسقية كلقص التكوين المستمر ولقص الكادر البشري وتعهدت الوزيرة باخذ المشاكل المطروحة بعين الاتبار واجات الحلول المناسبة لها مشيدة بدور المنسقية واختتمت وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة هذه السيارة باجتماع مع ممثلة التكاتلات والتعاونيات النسوية على مستوى مقاطعة الولاية الغربية خصصا للاستماع للبشاكل والمعاوقات التي تواجههم كما شكل فرصة لتثمين الانجازات التي تم تحقيقها في مجال ترقية مكانة المرأة احرصا اننا نجمع بكم اياكم مولي نحن نعرف المنسق عليه تطرح مشاكلكم نختاره نحن مولي نجبروكم نحن انتماتي مباشرة اياكم ونجبرو للناس كاملا اللي تابع القطاع من المعاوقين والناس اللي عندها مشاكل لطفاء وانتم رئيسات التكاتلات وذا كامل اياكم نناقشوا معاكم لأساس الكلام اللي يعود لكم انتم هم اللي تطرحوا مشاكلكم انتم تعرفوا عن فقامة الرئيس محمد العبدالعزيز برنامج الانتخابي لما رأنا محتلة بها مركزة اساسية تعرفوا عن دعم ريناه سياسيا من نسبة العليات اللي في البرلماء تعرفوا عن هيئتنا الاقتصادية مدعومة نحن كعليات خارج عن هي اذا زيارة تجسد حيث السلطات العمومية في البلد على تقريب جميع الخدمات الاجتماعية من المواطنين ولا عمل على تحسين وروفهم المعيشية بدأت صباح اليوم في نواف شوط اعمال ورشة حول صياغة تقرير موريتانيا الاول الخاص بقرار مجلس الامن 1540 المتعلق بمنع انتشار اسلحات الدمار الشامل تنظم الورشة بالتعاون بين وزارة الداخلية والمركزية ومكتب الامم المتحدة لشؤون نزع السلاح اول ورشة من نوعها في بلادنا لصياغات التقرير الخاص بقرار مجلس الامن الدولي 1540 والمتعلق بمنع انتشار اسلحات الدمار الشامل وهو القرار الذي تحرص المجموعة الدولية مع شركائها على تطبيقه سبيلا لسلام عالمي وللحلولة دون وصول مثل هذه الاسلحة الفتاكة الى ايدي الارهابيين والمتطرفين لا يخفى عليكم ما يشكله وصول الاسلحة النووية والبيولوجية والكماوية الى الاياد الاهمة من تهديد للامن والسلامة الدوليين وان المجتمع الدولي في ظل عالم مترابق تتشابك فيه المصالح بشكل وذيق ينبقي ان يعزز التعاون في كل مجالات ذات الصلة لمقاربة عدود وتدفقات الاموال والشبكات الالكترونية ووضع استراتيجية مناسبة لمكافحة الارهاب ولمنع انتشار اسلحات الدمار الشامل لذا ينبغي على جميع الاطراف الفاعلة المعنية بقرار مجلس الامن 1540 تقاسم الخبرات وتضابر الجهود سبيلا الى الوصول الى الاهداف المنشودة خبراء لجنة القرار 1540 وممثل مكتب الامم المتحدة لشؤون نزع السلاح اشادوا بجهود الحكومة الموريتانية في مجال تطبيقات القرار الاممي المتعلق بنزع الاسلحة الفتاكة لاسيما النووية والبيولوجية والكيموية ووضع الاحتياطات اللازمة كي لا تتسرب مثل هذه الاسلحة الى ايد الاثمين ويشارك في هذه الورشة التي تستمر ليومين خبراء موريتانيون وامميون حيث يعكفون على صياغة تقرير موريتانيا الاول الخاص بقرار مجلس الامن الدولي 1540 نظام قطاع الاقتصاد والمالية اليوم في نواكشوت حفلا بمناسبة اختتام اشغال مشروع ترصيخ دولة القانون والحكامة الاقتصادية والمالية في موريتانيا وقد استمر المشروع المذكور لمدة 7 سنوات وتمويل من التعاون الفرنسية بعد 7 سنوات من التعاون المثمر في مجال ترصيخ دولة القانون وتحسين الحكامة الاقتصادية والمالية بين بلادنا وجمهورية فرنسا تطوى صفحة مشرقة لمشروع مكن من تمويل العديد من النشاطات المواكبة لجهود حكومة بلادنا الرامية الى اصلاح المالية العمومية واضفاء الشفافية وحسن تسير قضايا الشأن العمومية فقد تمنا بيطار هذا المشروع انه يهديه الى تحسين تسير الموارد العمومية الوطنية توبيض قبرات بنية عالية لأهم الإدارات المالية والاقتصادية أدام مدى السنوات عديدة كما مكنت من تنفيذ برنامج حافظ للتكمين المستمر وتحسين القبرات والساهمة مسئلة هامة بثقية أداء فقاة الملاحظ خلال السنوات الأخيرة وذلك ما سيترضح من خلال العرض الدليل ستتبع له بعد قليل بالتعاون الفرنسي يتمتع بميزة وبأفضلية بمقارنة في مجال التسير المالي ولذلك لتشابه البنيات التنظيمية وطرق عن القطاع الاقتصادي والمالي ببنية سعادة السفر الفرنسي في بلادنا السيد جيل ماير أوضح في كلمته بهذه المناسبة أن دعم الحكامة الاقتصادية والمالية يحتل مكانة أساسية في توطيد دولة القانون بموريتانيا ويتجلى ذلك في الإطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر كما يتضح في استراتيجية النمو المتسارع والرفاهية المشتركة التي ستكون مرجعية لموريتانيا في مجال السياسة التنموية لغاية 2030 يقول جيل ماير المشاركون تابعوا عروضا قدمها خبراء ومتخصصون في مجال الحكامة الاقتصادية وترصيخ مفاهيم دولة القانون ونلفت عنايتكم مشاهدنا الكرام إلى أن حلقة الليلة من برنامج تحت الضوء التي تأتيكم بعد هذه النشرة تتناول موضوع اختتام مشروع ترصيخ دولة القانون والحكامة الاقتصادية والمالية في موريتانيا أجرت هيئة لغاثة الإسلامية العالمية في بلادنا سلسلة عمليات قصطرة لعلاج أمراض القلب وانسداد الشرايين وضيق الصمامات تم إجراء هذه العمليات في مستشفى الشيخ زايد وذلك بالتعاون مع قسم أمراض القلب في هذه المؤسسة الاستشفائية ويأتي هذا العمل ضمن تدخلات الهيئة لصالح المرضى والمحتاجين في مختلف المجالات الصحية والاجتماعية نظمت مجموعة من الفاعلين في التعليم الخاص مساء أمس يوما تربويا وثقافيا حول التعديلات الدستورية المرتقبة المتحدث باسم المبادرة السيد دنبان جاي ألقى كلمة بيّن فيها أهمية التعديلات الدستورية المقبلة وما سيكون لها من آثار إيجابي على مستقبل الوطن مطالبين الحضورة بالتصويت بنعم لصالح هذه التعديلات وذلك من أجل مواصلة الجهود التي بذلتها الحكومة والتي شملت مختلف المجالات الأساسية من تعليم وصحة والتوفير لنقاط المياه في مناطق الوطن وقد تميزت فعاليات هذه التواورات بتكريب بعض المتفوقين من طلاب والتلاميذ تشجيعا لهم على الجد والمثابرة خلال سنة الدراسية المنصرمة حضرها للحفلة العديد من أطور وقيادات حزب الاتحاد من أجل الجمهورية نظمت مجموعة من أطور مقاطعة تيارة المنحدرين من بلدة الويبدة بأولاية الشيري مساء أمس في نوافشوط مبادرة سياسية تحت عنوان نعم لتعديل الدستورة التواهرات التي كانت عبارة عن حفل تحسيسي لشرح أهمية التصويت لصالح التعديلات الدستورية والتأكيد على ضروة التسجيل على اللايحة الانتخابية أكدت خلالها رئيسة المبادرة المهندسة فاطمة منتحرمة دعم أصحاب أهل المبادرة لخيارات الرئيس الجمهورية واستعدادهم لنجاح أهل الاستفتاءات مستخدمين كافة وسائلهم اللوجستية والمادية اللازمة لذلك وقد ثمنت المداخلات خلال تظاهرة ما شهدته البلاد من إنجازات هامة في مختلف الميادين الأمية التنفيذية لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية السيدة موثها بن تلحاج شكرت أصحاب هذه المبادرة مبرزة أهمية هذه التعديلات والعكاساتها الإيجابية على البلاد نوما مساء أمس تيار الحراكة الشبابي من أجل الإصلاحات الدستورية تظاهرة في مقاطعة عرفات وذلك ضمن التعبئة والتحسيس بأهمية الإصلاحات الدستورية المرتقبة وأكد رئيس التيار صيد أحمد المحمد أن الاستفتاء المرتقبة تقع مسؤولية إيجاحه على عاتق الشباب بوصفه مستقبل البلاد تضمنت التواهرة شرحا لدواء الاستفتاء وضرورة دعم الإصلاحات الدستورية المتدخلون أبرزوا أهمية الإصلاحات الدستورية وضرورة التصويت لها وفي نهاية التواهرة نظام التيار مسيرة راجلة انتهت بمكتب التسجيل ببلدية عرفات حيث تم تسجيله عشرات المواطنين وفي السياق ذاته نظامت مجموعة من أطر مدينة ولا تتواهرة تحسيسية داعمة للإصلاحات الدستورية المرتقبة وأكد رئيس المبادرة سيد أحمد الهدود على أهمية الاستفتاء المرتقبة بوصف الإصلاحات الدستورية تخدم مصالح الشعب ومستقبل البلاد داعيا إلى التصويت بكثافة لصالح هذه التعديلات وثمن رئيس المبادرة ما تحقق من إنجازات في عهد رئيس الجمهورية سيد محمد والعبد العزيز الاقتصاد مع الغالية من تامرشين بعد الفاصل شكرا لك أحمد دون وسأل خير مشاهدين الكرام نبدأ نشرتنا بأسعار أهم العمولات العالمية مقابل الأوقيع حسب بيانات البنك المركزي الموريتاني أظهر تقرير اقتصادية نشر اليوم تباط أوترة نمو النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات في الصين حيث ترجع مؤشر مديري مشتريات القطاع الذي تصدره عفوا مجموعة كيشين للخدمات الإعلامية والمعلومات إلى 51.6 نقطة مقابل 52.8 نقطة خلال يونيو الماضي يترى أن قراءة المؤشر تشير إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع في حين تشير قراءة أخرى إلى انكماش النشاط في الوقت نفسها تظهرت المؤشرات الفرعية المكونة المؤشر الرئيسي ترجع وزيرة نمو الوظائف في شركات قطاع الخدمات انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم بالجلسة الأوروبية وذلك بفعل عمليات جني الأرباح بعد أن سجلت أعلى مستوياتها بعد تصريحات روسيا الرابضة لتخفيض الانتاج الذي اقترحت هوبك واختتم النفط الخام الأمريكي تعاملاته محققا مكاسب بنحو 0.1% لليوم التاسع على التوالي مكونا أطلل موجة مكاسب يوميا منذ 2012 كما سجل أعلى مستوياته عند 47.30 دولار وارتبعت عقود برينت بنحو 0.2% فيما يلي نتابع جديد أهم الأسهم والمؤشرات في الأسواق المالية العالمية شاهدين الكرام نهاية النشرة الاقتصادية عدى إلا أحمد وشريف المختار وباقي النشرة إلى اللقاء شكرا لك الغالية من تعمر شين وفي بقية ملفات هذه النشرة دولية من أجر الرئيسان الروسي وفلاديمير بوتن والصيني تشي جينبينغ محادثات في موسكو دعايا خلالها الكوريتين والولايات المتحدة إلى توقيع خطة اقترحتها الصين بنزع فتي التوتر بشأن برنامج بيونغ يانغ الصاروخية وبموجب هذه الخطة ستعلق بيونغ يانغ برنامجها للصواريخ الباليستية مقابل تعليق الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في الوقت ذاته التدريبات الصاروخية الواسعة هات النطاق وتحدثت المبادرة في بيان مشترك صدر عن وزارتي الخارجية في البلدين بعد فترة قصيرة من محادثات الرئيسين بوتين وبينغ في الكرملايناح لقي خمسة أشخاص مصرعهم وأصيب تسعة وثمانون في انفجار خط لأنابيب الغاز شمال شرقي الصين في ثاني حادث من نوعه هذا الأسبوع وقالت سلطاته أن الانفجار وقع في مدينة سونجيوان بمقاطعة جيلين بينما كان العمال يصلحون قطاعا من الخط يتسرب منه الغاز ونقلت وسائع علام محلية أن الانفجار أثر على المرضى والعاملين في مستشفى قريب دون أن تلقر تفاصيل أخرى وجاء انفجار سونجيوان في أعقاب حادث مماثل على أحد الماضي في إقليم خوتيشو جنوبية البلاد قتل فيه ثمانية أشخاص شكرا لك أحمد وشريف وأهلا بكم مشاهدينا إلى النشار رياضية وقع مدافع المنتخب الوطني الأول لكرة الغدم حمزة جوار رسميا على عقد يلعب بمجبه لنادي مودي فلال فرنسي لمدة موسم واحد جاءت تلك الخطة من اللاعب الدولي الوطني بعد تسريحه من الفريق الثاني لنادي كان على إثر رفض الأخير ضمه الفريقي الأول بعد موسمين مع الفريق الرضيف ويعتبر جوار من اللاعبين الميزين الذين كان الجهاز الفني المنتخب الوطني يعول عليهم في الفترة الأخيرة إذا استبقى وأن تم استدعاء للعب استدعاه للعب في عدة مباراة الدولية وشاركة في مباراة المنتخب الوطني ضد منتخب غامبيا في تصفية أمور أفريقيا 2017 ففدت مصادر إعلامية اليوم أن لعبي المنتخب الوطني عبدالله سيلاكي الملقب بلاي ويحيد الله تم تخلي تعاقد معهما من طرف نجي لمباراة التواني وذلك إذرا خلاص من الشباب بينهما مع مدرب الفريق وأوضحت المصادر أن مدرب المنتخب الوطني كورانتي مارتيز تقرر على ذلك الأساس استدعاء اللاعبين لمواجهة المنتظر المنتخب المحلي ضد نظره الليبري في الجولة الأولى من تصفية البطولة الإفريقية المحلي نظرا لكونهما حاليا بدون فريق كان الثناء المذكور قد التحق في الجزء الثاني من الموسم الكروي المنقضي بنادي لمباراة وذلك بمجب صفقة تعاون برمها مع فريق أفصين وليبور أعرب عدد من اللاعبين المشاركين في بطولة شباب الخاصة بالمواهب الرياضية في كرة القدم للاعبين أقل من 20 عاما المنظمة من طرف مشروع الوقاية من النساعات وترقية الحوار بين الثقافات بتعاون مع الاتحاد الوطني لكرة القدم أكدوا أن هذه البطولة سهمت في اكتشاف مجموعة من المواهب الواعدة في مجال كرة القدم خاصة على مستوى فرق وأندية الداخل الفيتبول والله نحن زينا عندنا ما شاء الله مشكرا لمقدمين هاي المنافسة لتحضير ياسر من الشباب يتروا يأبوا فيها طموحي من هذه البطولة إن شاء الله نمشي الكلامو فرقاء المرابطة لInter paralyzed exceededЗЫ PERM وطني وإن الناقض نحن يتم حامة opisه إن شاء الله يمارنا الكلام إن شاء الله لن نزل فيه character إن شاء الله إذا منا نمشي الكلام إن شاء الله المرابطة إن شاء الله إلى الكلام إن شاء الله نتفخرون على البطولة Quella Hiitati ما شاء الله الحمدي لله لتي توصلنا من هذه المحلة التي نحنا الحمدي لله نجو للعاصمة ونلعبو فيها الحمد لله ياسر من فضل ملاينا نبقوا نتمون دائما نشاركوا هون نجو نواك شرط دائما نبقوا نتمون نشاركوا هذه البطلات الكبار ونطمون حاكنا لعبوا تموا لعبو فيها Premier Division التوفيق لنا سنة جاء نطلع لPremier Division نتفخروا ملي بالعيون طالقة Premier Division الحمد لله توفيق لها إن شاء الله وتملاء طالع دائما إن شاء الله ذريق ممتاز ولي هو ذريق المركز مستوى كرة تقدم في النعمة والله زينة الحمد لله آت من تقدمه الحمد لله وعاد يمتطور فيها ياسر الحمد لله نجو لهم ولي شاركوا في ياسر بطولاتهم عندنا بطولة بلاي أوف والحمد لله يطلع وكان عقبنا ذريق من النعمة يطلع هون بطولة بلاي أوف وراي الحمد لله يمولي عندنا الفريق على حالة مزير بطولة ما شاء الله متقدمي بها الحمد لله كشفت مصادر خاصة في ناجي في نوريبو إن اللعب الفريق مصطفى مباي بات قريبا من انتقال لناجي الموردة السوداني خلال فترة انتقالات الصيفية الجرية وأكدت المصادر أن اللعب تلقى عدة عروض من أنجيات مصرية لكن العرض المقدم من الفريق السوداني كان الأفضل والأنسب له وقدم مباي موسيما مميزا مع النادي البرتغالي ولعب له معظم مباريته للموسم الكروي الماضي شكرا لك وارد منتباه وبالرياضة نختم هذه النشرة إليكم تذكرا بأبرز ما جاء فيها بلادنا تخلد اليوم العالمي للتبرع بالدم ووزير الصحة يشرف على جملة من نشاطات المنظمة بالمناسبة العاصمة تحتضن ورشة حول صياغة تقرير موريتانيا الأول الخاص بقرار مجلس الأمن المتعلق بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامي روسيا والصين تدعوان الكوريتين والولايات المتحدة إلى توقيع مقترح صينية بجاني برنامج بيونج يانج الصاروقي نهاية النشرة شهر لكم حسن المتابعة في أمان الله